تشاهدين الكرام نقف وإياكم على مشارف مدينة درنة وذلك للوقوف على ما حصل من كارثة طبيعية أدت إلى تسميتها بالمنكوبة حيث كما تشاهدون من خلف الآن أدى انهيار سد وادي المدينة بعد تجمع كميات كبيرة من الأمطار في هذا السد أو في هذا المجرى الذي بات يقسم المدينة إلى شطرين أساسيين شرقي وغربي من قوة الفيضان وقوة المياه التي أدت معها إلى انهيار السد وجرف خمس مناطق بأكملها داخل المدينة بسكانها بشكل كامل وبعدها أصبحت هذه المناطق أثرا بعد عين كميات الأمطار التي سجلت في مراكز الأرصاد والتي أدت إلى انهيار السد هي 420 ملي متر وهي كمية الأكبر من نوعها على مدار الدولة الليبية أو في موسم الأمطار في الدولة الليبية تسجل في هذه المدينة في أقل من 24 ساعة فقط نسبة هذا الفيضان أو قوة هذا الفيضان التي أدت بالكامل إلى انتقال المباني إلى شاطئ البحر وحتى وصلت إلى شاطئ البحر وانهيار وغرق بنايات بأكملها تسجل أو كما يقول شهود عيام بأنها وصلت إلى أدوار علوية من البنايات مستواها أو طول هذا الفيضان كان أكثر من أربعة مترات أغرق كل شيء أتى أمامه وأصبحت أجزاء كبيرة من المدينة كما تشاهدون من خلفها الآن أثرا بعد عين وتحاول فرق الإنقاذ التي وصلت إلى المدينة المحلية منها أو حتى الدولية والعربية من الدول الشقيقة مساعدة فرق الإنقاذ العربية والمحلية من أجل مصابقة الزمن للعثور على ناجين جراء هذا الفيضان المدمر الذي أتى على كل شيء في المدينة لا تزال هناك عديد الجثث بحاجة إلى الانتشال وتتواجد معها عديد الجثث على شاطئ البحر من قوة هذا الفيضان ومن قوة ما حصل في ساعات الفجر الأولى لبداية هذا الأسبوع في المدينة حيث حصلت هذه الكارثة على تمام الساعة الثانية والنصف صباحا من يوم الثلاثاء الذي نتحدث عن حادثة وفاجعة أودت بكل هذا الرقم من الضحايا الذي تجاوز الثلاثة ألاف ضحية محمد مسعود العربية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر